مجلس أمناء الحوار الوطني وموقفهم الحقيقة الواضح بل خليني أقولك واستكمالاً لهذا الموقف الواضح تجاه العدوان والتصعيد الإسرائيلي الخطير باتجاه غزة اعتداءات جيش الاحتلال الغاشمة على الشعب الفلسطيني ومخاطرها على تصفية القضية الفلسطينية وعلى حدودنا الوطنية مجلس أمناء الحوار الوطني يؤكد تثمينه العالي لدعوة فخمة رئيس عبدالفتاح السيسي للعقد الفوري لقمة القاهرة للسلام لمساندة القضية الفلسطينية للتوصل لحل عادل وشامل ومستدام لها بيقوم على مقرارات الشرعية الدولية ويحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على أراضيه ما قبل 4 يونيو 1967 وعاصمتها الأدس الشرقية التأكيد على مساندة موقف الدولة المصرية واللي عبر عنه بنفسه فخامة رئيس الجمهورية بالرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم بقوة العدوان لأن هذا يعني تصفية القضية الفلسطينية وهي قضية العرب جميعا الإشادة الكاملة بكل قرارات مجلس الأمن القومي طبعا هنا حد الكلام على مصر واللي بيترأسه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي واعتبار أنها تمثل الإجماع المصري الشعبي والرسمي خصوصا التأكيد على أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته وتكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة للشعب الفلسطيني الرفض التام لأي دعاوة تصدر من أي طرف دولي أو إقليمي وخصوصا من دولة الاحتلال تتعلق بمستقبل قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وطريقة إدارتها خد بالك وطريقة إدارتها وهقولك ليه صبرا فلا يملك أحد في العالم سوى الشعب الفلسطيني وحده هو من يملك هذا الحق إدارة أرضه ودولته والذي هو الوجه الصريح لحق تقرير المصير الذي يقرره له القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية دي تأكدات مجلس أمناء الحوار الوطن